السلام الله عليكم إزايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد الفيديو ده أنا طلع نبهكم على حاجة عشان لو حصلت معاكم ما تقلقوش وما تتخضوش لأن حصلت معايا دلوقتي أو النهار ده يعني النهار ده وأنا راجع من بره في العادة أنا كلما برجع من بره بفتح صندوق البريد أشوف لو فيه أي جواب جالي أو حاجة اسكات فواطير أو بتاع ده الطبيعي يعني فالنهار ده وأنا بفتح صندوق البريد الساعة من رجعت من بره رقيت لك أنه في الجواب ده جاي لي الجواب ده جاي لي من جوجل من أمريكا يعني أنا صراحة تخضيت لقيت لك حتى آآ يعني انغلاف بتاع بيقول لك يعني أو يعني أوراق مهمة أو هامة متعلقة بالضرائب فأنا صراحة إلقت يعني ده أول حاجة في وشي على طول أن ده جواب باللغة الإنجليزية وأنا مش متعود ل suffersجوابات باللغة الإنجليزية أو أوراق باللغة الإنجليزية كله باللغة البرتوغالية يعني مفيش بالإنجليز خالص. تاني حاجة جاي لي من امريكا. فطبعا بعد ما انا اطلعت وفتحت الجواب وكل حاجة. على اساس اعرف ايه ده. لقيت لك اني مضمون الجواب نفسه او الظرف نفسه فيه تلات اوراق. اللي هما الكوبي بي وكوبي سي وكوبي دي. طبعا انا صراحة في البداية ما فيمتش. انا ما فيمتش ايه ده. لحد ما انا قعدت بقى وقريت وكل حاجة وبحست كمان عشان انا افهم ايه ده. اكتشفت ان هما بعتوا لي نسخة من الملف الضريبي اللي احنا عملناه لو تتذكره قبل كده في فيديو فات. يعني اه طبعا ساعة ما انت اه يعني شفت الفيديوهات اللي فاتت ليه او انت كنت حاضر المشكلة بتاعت ان انت تبعت ملف ضريبي وبتاع لو انت عندك قناة على اليوتيوب او لو انت عندك حساب على جوجل ادسينس. اه وطبعا انت محتاج ان انت تبعت ملف ضريبي علشان مخصبوش منك زي ما يعني زي ما هيخصمهم الامريكاين لو تتذكروا المشكلة دي. ان انت محتاج ان انت تتبعت بياناتك الضربية وكل حاجة. على اساس ان اليوتيوب ميخصمش منك حوالي اه اربعين في المية تقريبا او تلاتين في المية من ارباحك على اليوتيوب. فيعتبر انا الاوراق دي اللي هي هي تعتبر يعني الملف الضريبي. طبعا انا مش قدر يعني انا مش قدر اورها لكم لان انا فيها بياناتي اعتذر يعني مش اقدر وراها لكم بس نفس الصورة اللي انت شايفة دي الوقتي قدامك تمام نفس النسخة من الملف الضريبي تمام بس طبعا فاضي من غير مملاء اه دي نفس الفكرة اللي انت تعتبر بتملى الملف الضريبي بتاعك بعد كده بتبعته بعد كده بقى اليوتيوب او جوجل افتكر بعدها بحوالي السنة ولا سنة ونص تقريبا من المشكلة دي انه هو بقى بعتلي النسخة النهائية من ملف الضريبي بتاعي اللي هو هو يعتبر اللي انا بعته ولا نقدر احمله واضباعه عادي من على الانترنت هو بعتولي بشكل ورقي وكمان حتى الجواب نفسه يخد صراحة بعد ما انا بحثت لو بيقولك يعني انت محتاج ان انت تعيده او ان انت يعني اتملى البيانات وتعيدها مرة تانية فبعد ما بحثت لقيت ان انت مش محتاج ان انت تملى اي بيانات الموضوع ممكن يكون ملغبط شوية بالنسبة لكم بس هي دي الفكرة يعني ان لو جالك جواب من جوجل ما تقلقش غالبا ان ده هيكون او مش غالبا هو ده لو الجواب متضام من تلات اوراق اللي هو نفس الملف الضريب اللي انت بعته ده مش هيكون في اي مشاكل وانما ده هيكون عبارة عن الملف الضريب اللي انت بعته وهم بعتولك نسخة منه على اساس ان انت مش قادر ان انت هتطبعه يعني انا ممكن اطبعه عادي جدا من اي مكان بس هم بعتولي نسخة منه فمشكورين طبعا ان هم بعتولي النسخة الملف الضريبي. فده لو جاء لك ما تتخضش ده ما فيش اي مشكلة خالص عشان بس انا عارف انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان لو حد جاله وغالبا يعني لو انت عايش في مصر ايبقى قابلني لو جاء لك اصلا الملف ده او جاء لك الجاوب ده هيضيع اساسا من في اي مكان يعني ممكن يضيع او يتحرق او يتعامل قبل ما يجي لك اصلا ده لو انت في مصر. انما لو انت بقى في اي دولة عربية تانية الله اعلم البريد بتاعك ومعامل ازاي بس عموما يعني لو جاء لك وانت استلمته اه فبالتالي ما تقلاش ده عبارة عن اللي هو الملف الضريبي اللي اليوتيوب اللي انت بعته قبل كده واليوتيوب بقى يعني طبع اطولك بعتته لك على اساس ان يكون ده دليل ان انت بالفعل عملت الملف الضريبي الخاص بي بس خلص ده كان الفيديو اعتزر على الاطالة واعتزر برضه ان ده كان فيديو عافة وشوية كده طلع حبيت اشرح لكم النقطة دي بسرعة عشان بس ما حدش تخبض شاركوا عن الخير بقى بيزنون للفيديو الجايب ومع السلامة